السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير وربنا يسعد صباحكو جميعا هنتكلم النهاردة على مشكلة قلم الظهر وايه السبب الرئيسي فيه وقلم الكتاف كمان ومشاكل عمود الفقري بصفة عمى السبب الرئيسي في قلم الظهر هو ممكن يكون وضعية النوم الخطأ ممكن ان احنا نتخلص من الام الظهر خاصة الام العمود الفقري بان احنا نزبط نمنا ونزبط المرتبة اللي احنا بننام عليها وهي تفضل انها ما تكونش للمراتب الاسفنجرية اللي هي بالضغط بتاخد وضعية الجسم يفضل انواع المراتب الصلبة اللي هي مثلا تكون المضغوطة بس مضغوطة جدا بحيث انها تبقى مستقيمة جدا ما تاخدش شكل الظهر او شكل الجسم بصفة عمى ممكن ان احنا نستخدم مراتب صحية او مخدات صحية على حسب المشاكل واهم حاجة كمان طريقة النوم ووضعيات النوم على السرير ممكن تسبب لنا مشاكل في الرقبة والكتف والورك ومنطقة اسفل الظهر والرجبة وحتى الكعب كمان بمشاكل النوم بتأثر عليه علشان كده المفروض ان احنا ننام بطريقة سليم وكمان لازم ناخد بالنا ان الجلوس لفترات طويلة بطريقة خاطئة ممكن ان هي تسبب لنا مشاكل في الظهر وممكن كمان ان احنا ما تظهرش في وقتها تظهر بعد فترة والمفروض ان احنا ناخد بالنا من ان احنا نحرز جيدا ان احنا نعود وضعية سليمة وكمان الوقوف يكون بطريقة سليمة وكمان بيفضل اثناء النوم ان احنا نتحرك لان الحركة بتساعد على تخفيف الضغط على الظهر واي وضع للنوم هنلاقي ان دي مشاكل في الظهر وليه مميزات طيب ايه هي وضع الحلوة السليمة اللي هي بتعالج وبتخفف من الام الظهر وقلام الرقبة وقلام الظهر وبين الكتفين في حالة النوم على الظهر المفروض ان احنا نحط وسادة تحت الربة عشان نسمح للعمود الفقري بالحفاظ على المنحنة الطبيعي ليه وفي حالة النوم على البطن المفروض نحط وسادة اسفل البطن والحوض علشان نخفف اجهاد الظهر وفي حالة النوم على الجنب المفروض ان احنا بنرفع الساق قليلا نحو الصدر ونحط وسادة بين الرجبتين علشان العمود الفخري يكون في وضع سليم شكرا ودومتم بصحة وعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته